اشتركوا في القناة الآن سأحاول أن أسرع قليلا أي شيء يشكل عليكم مباشر قاطعني واسأل ما في أي مشكلة أبدا إذن تحدثنا عن المرحلة الأولى المرحلة السرية نتحدث الآن على المرحلة جهر الدعوة وسرية التنظيم جهر الدعوة وسرية التنظيم تحدثنا كثيرا عن المنهج الحركي وتحدثنا عن أساسيات المنهج الحركي وأن المنهج الحركي يحاول أن يطبق الدروس الماضي المستفادة في واقعنا الحي لكن من حيث تنظيم الدعوة بطريقة تنظيمية لتكون كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن نلاحظ أن هذه الجهرية نفسها مرت بمرحلتين الجهرية الرسول صلى الله عليه وسلم وجهرية المسلمين إذن مرحلة جهرية الدعوة تقسم إلى قسمين مرحلة الأولى هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بهذا الأمر فالمرحلة الثانية هي جهرية المسلمين طيب الفارق هل هناك فارق؟ لم يكن هناك فارق طويل بين هذه وذهل سنة وعدة أشهر أو سنتين تقريبا إذن المرحلة الثانية متى بدأت عندما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه فاصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين وقول الله سبحانه وأنذر عشرتك الأقرب المبارك فوري يقول في كتابه الرحيق المختوم أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين هي دعى بني هاشم فحضروا نحن أعتقد وصلنا إلى هنا وأخذنا هذه الفقرة كان وأخذناها ما رأيكم؟ لم أسمع لا لا نعم إذن دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشف فحضروا ومعهم نفر من بني بني عبد المطلب فكانوا حوالي خمسة واربعين رجلا أبو لهب باذره بقوله هؤلاء عمومتك تحدثنا أعتقد أن هذا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله سبحانه واستعانه وتوكع عليه وثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم خاصة وإلى الناس عامة ثم قال والله لتموتنك ما تنامون ولا تبعثنك ما تستيقظون وتحاسبون بما كنتم تعملون إنها الجنة أبدا أو النار أبدا فقال أبو طالب ما أحب إلينا معونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك هؤلاء بن أبيك مجتمعون إنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فانضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطوئني على مفارقة ديني عبدي المطلب نعم فقال أبو لهب والله إن هذه والله السوءة يعني الآن على العكس تماما سبحان الله إن الله رفع بنو هاشم بمحمد صلى الله عليه وسلم ورفع بنو عبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشخص سبحان الله يريد الله أن يجعله عبرة اليوم الدين والله هذه السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم يعني أنتم نعوه أنتم قاهروه أنتم قاسوا قبل أن يفعلها غيركم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا على جبل الصفة وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم ان تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه قام يوما على الصفة فصرخ يا صباحا فاجتمع عليه بطون قريش فدعهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر روى البخاري وطرف من هذه القصة عن ابن عباس عندما قال الله وعز وجل وأنذر عشراتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة فجعل ينادي يا بني فهرة يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أخ أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقالوا رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوحي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال فقال أبو لهب تب لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب هذه إحدى معجزات القرآن أن هذه الآيات نزلت قبل إسلام أبي لهب يعني قبل موت أبي لهب بأكثر من عشر سنوات فلو فلو يعني ربما كان يقول أسلم وأوذي مثلا محمد لا لكن أبي له الله عز وجل أن يجعلها عبرة ولما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين دعا رسول الله فعم وخص وقال يا معشر قش أنذروا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب والله لا أملك لكم من الله شيئ إلا أن لكم رحما سأبلها ببلاها هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد أوضح فقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه التصديق النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما بدأت يعني الدعوة جهرية بقول الله عز وجل وأنذر عشرتك الأقربين من أتى أتى بأقرب الناس إليه أتى بأعمامه وأهله أكثر من أربعين رجل ثم بعد ذلك دعا العشائر التي هي أقرب رحم إليه وناداهم يعني أنقذهم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به السازون إلى ما دعاهم إلى ما لن يأخذه رحنا شوف الآن بعد قليل المغريات التي قدمتها قريش لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن تكون كلمة الله هي العليم نعم الشيء الطبيعي عند السمى الأولى دعوة الأقربين الشيء الطبيعي أن تكون الدعوة في صف الأقربين أولى بأولى وخاصة عندما تأخذ طابع المواجهة المعلنة وسأحني إلى هنا عرج بسيط سبحان الله نجد أن بعض الدعاة وبعض العلماء أنا دخلت إلى أحد العلماء في دمشق وكان من خيرة العلماء رحمه الله وكان من خيرة الدعاة دخلت إلى منزلي فرأيت ابنه ابنه يعني الأصص أصص ما كان في زماننا كان صعب جدا أن تقصي الأصص وكذا وسنسال وما شبه ذلك فصعب جدا فالباب الأولى دائما أن يبدأ الإنسان بماذا بالأقربين ثم الأقربين يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده بدأ بدأ بخديجة رضي الله بدأ بأبي بكر الصديق الوفي بدأ علي بدأ يعني بدأ بالأقرب الناس إليه بدأ بمولاه حارثة ابو عمه لكن سبحان الله كان لعمه أبي طالب إلى المآثر العظيمة لكن لم يسلم سبحان الله نعم يعني عندما تربى رسول الله في كنفي كان كثير العيال فقير الحال لكن سبحان الله بدأ يعني الآأل أبنائه بدأ رسول الله على أبنائه نعم نعم يحدثنا رسول الله عن أسبابها بصدد قصة لوط عليه السلام عندما جاء قومه يرعون إليه يريدون الفاحش بضيفه من الملائكة وكان لوط قد هاجر إلى الشام فليس له قبيلة نحمي تحدثنا بهذا سبحان الله شوف يعني أعتقد أننا تحدثنا عن هذا الأمر نعم تحدثنا عن هذا كله نعم لا لا نحن نحن تحدثنا عن هذا كله نعم فنالريد أن نعيده من أجل الوقت تحدثنا عن هذا نعم نعم تحدثنا عنه كنو نعم نعم ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى هنا نعم طبعا المجتمع الجهري كان يقيم وزنا كبيرا لهذا القانون هو هو القانون هذا القانون هو الحماية الحماية والجواية لكن سبحان الله هنا لكن هنا نريد أن ننويها على أمر أمر مهم جدا نحن قلنا أن الحماية والجوار هو من عادات المجتمع الجاهلي كان عنده هذا المسألة عظيمة جدا إغاثة الملهوف تخيلوا أنه قبل الدعوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حضرت مع عمامي حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لا أجابت ما هو حلف الفضول؟ ما هو حلف الفضول؟ دخل رجل إلى مكة عنده بضاعة يريد أن يبيعها أخذها منه أبو جهل ورفض أن يعطيه أو أخذها منه أعتقد مطعم بن عقي أو ما شابه ذلك لا أبو جهل أخذها منه لكن رفض أن يرد أن يعطيه مالا إلى أين؟ قال يعني صار يروح إلى سادة قريش لا أحد يريد أن يسافي هذا الشخص هذا الشخص كإنسان سيء قال فاجتمع شباب قريش ومع منهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوا يدهم في الطيب الطيب وسموا المطيبين أو المطيبين قال وتعاهدوا على نصرة المظلوم فردوا لهذا حقه وكل إنسان مظلوم كانوا ينصرونه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت كان عظيم فإذن هذا الموضوع موضوع إغاثة الملهوف هو شيء عظيم عندهم لكن هناك إلا في النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يريد نصرة الطائف نصرة ثقيف رفضوا أن ينصروا فقال دعوني عندكم حمية يعني أنتم تنصرون المظلوم فدعوني عندكم حمية قال فأبوا أن يحمل خير بل أغروا بهم سمع القصة تعلمونها عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمي من رأسه إلى أخمص قدمي وفي هذا قال الشاعر ورأو رأيت النبي بعض بالطائف يسيل بالحصب منه الدماء لرأيت أشد الناس حلما وتمنيت أي عمل فداء كان يلقى الحجارة عنه زيد إن روحي لنعلي زيد فإلا سبحان الله في موضوع الإسلام قوانين الجاهل يكون لها تغير لكن رغم هذا الشيء هذا الشيء ليس عاما فقد كان يعني الحماية والجوار أمر مهم جدا 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 يقول ابن إسحاق وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه وقام دونه يعني بافع عنه حما وبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء فلما رأت قريش أن رسول الله لا يعتبهم من شيء أنكره عليهم من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلم فلم يسلمه لهم مشى رجال إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا يعني أبا طالب إلو ما كانته ودافع عن النبي صلى الله وحماه لرسول الله الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلي يا أبا طالب يعني تحميه لماذا ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفها أحلامنا وضل لآباءنا فإما أن تكفه عننا وإما أن تخلي بيننا وبينه يعني الله انتيه لما نعوه عننا فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه وأكثرت قريش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتذامروا وحض بعضهم على بعض إلى أن مشوا إلى بطالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنة ومنزلة وشرفا فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى عنه وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا واسفية أحلامنا وعبي آلياتنا حتى تكفعه أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين هون مسألة ما عد فيه قالوا لي أبا طالب أنت زلمي فيك شرف لك عندنا منزلة وشرف ومكانة فالأمر زاد عن حده إما أن تمنع ابن أخيك وإما انتويا منظل أنه قال ننازلك وتنازلنا حتى أهلك أحد الفريقين فبعث إليه رسول الله صلى الله فبعث إليه رسول الله صلى الله فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فابقى فابقى علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أعطي خلاص وصلة الشهر إلى آخر فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدى لعمه فيه إذا أنه قد خذله وسلمه وإنه قد ضعف عن نصرته فقال رسول الله يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أترك حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم استعبر رسول الله فبكى يعني ثم قام فلما ول ناده أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي فأقبل رسول الله فقال أذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب فالله لا يسلمك لشيء أبدا سبحان الله يعني الشخص وهناك ملاحظات ملاحظات ثلاثة على هذه الإجارة إن قريشا حاولت مع أبي طالب أن يدعو ابن أخيه للكف يعني الدعوة لهذا الدين الجديد وقد فشلت هذه المحاولة وهذا أمر متوقع ونحن نستفيد من قوانين المجتمع الجاهلي وهي محاولة استصدار قوانين جديدة تحول دون حرية الرأي يعني هنا المقصود في هذا وتطبيق هذا الأمر على المجتمع أنه ممكن الحزب الإسلامي الحركة الإسلامية المجتمع التجمع الإسلامي أيا كان سمه أيا كان هذا الأمر ممكن أن يستفيد من القوانين الوضعية أو من قوانين العرف أن يكون في صالحه الأمر الثاني لجأت قريش إلى التهديد في المرة الثانية ونجحت في التأثير على أعصاب أبي طالب فدعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكف عن الدعوة لهذا الدين لعجز عن حمايته وهو في هذه الصورة لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت عقباته ثبت أبا طالب ثانية في حمايته فإذا نفقه من هذا التصرف أن فشل الجاهلية في هذه المرة من بعض فئاتها لضرب الدعوة لا يثني عن هذا يعني الإنسان حتى لو صار هناك جو غير طبيعي صار هناك ضغط على هذه القوانين يجب على أن تثبت على مبدأك وأن تثبت على ما أنت عليه والاستفادة من هذه العصبية الجاهلية في حماية الشاب الدعوة أمر شرعي فابن العائلة الكبيرة والقبيلة الضخمة الذي يستطيع طبعا هذا بخلاف بعض الحركات الإسلامية يعني نعلم أن حركة الأخوان المسلمين حركة معتدلة حقيقة يعني حركة معتدلة حركة معتدلة ليست ممن يكف يعني أنا ما أعتقد الآن طبعا حركة الأخوان المسلمين هي ليست كلهم على جهة واحدة هناك يعني من تعصب وكفر المجتمع الجاهلي وكفر من يتبع القوانين المطاغود وما شبه ذلك لكن ممكن أنت تستفيد من هذا الأمر وأن تكون يعني مثلا مثل ما قال بعض الدعاة من ضابط كبير في الجيش أو مخابرات أو وزير متنفذ في دولة ولا ينقصوا من عقيدة هذا الدعية في ديني شيء بل أن حق الشباب الدعوة في مرحلة الضعف السند إلى هذا الأمر طبعا مثل ما قلنا أنه أنت بالنسبة لك ممكن أن تستفيد تستفيد من قانون يحميك تستفيد مثلا مثل ما حكى مع وزير مع ضابط مع شبه ذلك أنه هذا يحمي لأنه نحن في فترة الضعف وهم أخذوا هذا الأمر من السراء النبوية المشرفة نعم وهذا لا يعني أن الجاهيلة قد رفت بعهدها وذمتها وحفظت جوار أبي طالب خلال ذي السنوات العشر ولكن من المؤكد أنها أخفقت في محاولة خلق هذا العد وكانت حماية أبي طالب أثر فعال دون وصول الأذى الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولننتقي إلى صورة ثانية من الحماية هذه صورة أبي طالب من حماية النبي صلى الله عليه وسلم ضغط على أبو طالب ضغط عليه لكن سبحان الله ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكاء النبي أمامه وثباته عندما قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما أتركه لحتى يظهره الله أو أهلك دوده هنا في صورة إجارة ابن الابن الدغمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ففي الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل لم أعقل أبو أبوي إلا وهما الأبوية إلا وهما يدينان الدين ولم يمر يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف أي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أخرجني قوم فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوب وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر فأني لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشيرة في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج لا فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويخرج ضيف ويعين على نوائب الدهر فلم تكذب قريش فلم تكذب قريش بجوار أبي الدغنة وقال لابن الدغنة فأبر أبو بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقر ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن فإن نخشى أن يفتنى نساء أن يفتنى نساؤنا وأبناؤنا فقال ذلك فقال ذلك إبي الدغنة فلا بثاء أبو بكر بذلك يعبد ربه طبعا سيدنا أبو بكر الصديق كان طالع إلى الحبش مع الذين خرجوا فرأاه إبي الدغنة فقال إلى أين فقال خلاص يعني قومي أخرجوني من هذه ولا ما أعدد حمل يعني أبدا فقال له ارجع والله إنك إنسان محترم بكل معنى الكلمة تقري الضيف وتعين الكل وتحمل على نوائب الدهر فرجع وأنا جوارك أنا بحميك فرجع وفعلا ابن الدغنة رعى لكن كانت لقريش بهذا الأمر ماذا فاتهم شروط يبقى في بيته لا يخرج ولا يذين ولا يفتن أحدا بنا وفعلا ثم بدى لأبي بكر فابتنى مزيدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن قد نتصف عليه نساء المشركين وأبنائهم يعجبون به يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنك كنت أجر إن كنا أجر أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره وقد زاوى لذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقرآن فيها وإن قد خشين أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا ونساؤنا فانهاه فإن أحب على أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره ففعل وإن أبى إلا أن يعنى ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإن قد كرهنا أن نخفر ذمتك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان فقالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر عن ذلك وإما أن ترجع إلي ذمته فإني لا أحب أن تسمع العرب أني خفرت في رجل عقدت له فقال أبكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله طبعا سيد أبكر الصديق ما تحمل أن يبقى في بيته فبنى مسجدا في جانب يقرأ القرآن ويؤذن ويقيم الصلاة به فكانت أطفال المشركين ونساؤهم تأتي إليه وتستمع وكان سيدنا أبي بكر رقيقا حنونا يبكي عندما يقرأ القرآن ويصلي فهذا أغاض الكفار فطلب من أبي الدغنى أن يرجع عن جوار محمد لا بيرجع عن جوار محمد فطلب منه أن يخلع ذمته فأخلعها وبقي في جوار الله سبحانه وتعالى فأبو بكر رضي الله عنه يخرج بوضوح طالبا الأمانة في عبادة ربي أخرجني قومي وريد أن أسيح في الأرض عبود ربي ويلقاه بي الدغنى وسيد القارة نعم كما تحدثنا هذا النموذجاني وجدا في مكة من تحميه قوة الإجارة في حرية العبادة هو الأكثر ومن تحميه حروة الإجارة في حرية الدعوة يعني الآن مسألة مسألتين ومسألة أصعب من مسألة إخوان يعني الآن ممكن أن تحميك في الدعوة وهذا مبدأ ماذا أبي طالب أبو طالب أجار النبي أن يبلغ الدعوة لا أن يقتصر على نفسه أبدا ورغم أن في قريش أبو طالب أجار النبي صلى الله عليه وسلم ونبي بدأ يخوض في الدعوة الإجارة الثانية مثلا إجارة ابن الدغنة عندما حمى سيدنا أبي بكر الصديق لكن على ماذا على أن يبقى في بيته يصلي يقرأ هو حر يعني الناس سبحان الله مثل ما قالوا قال علماؤنا الناس تحب الصالح ولا تحب المصلح والصالح ينفع الإسلام أكثر من مئات الآلاف من الصالحين مصلح نعم لأن الصالح في نفسه ومصلح لمجتمع وهذا الفرق والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصالح نعم من ما يذكر تاريخ المعاصف إن الحكومة المصرية عندما اعتقلت الداعي الإسلامي الكبير محمد قطب عام 66 أقام الإمام الشهيد سيد قطب دعوة على الحكومة المصرية التي خرقت القاولون في اتقاله ولم يعرف التاريخ الدعوة الحديثة مثل سيد في تحرره من فكرة الحاكمية لغير الله سبحانه نعم سيد قطب كان من المتعصبين المتشددين في موضوع طاغوت والمجتمع والمجتمع الكافر والمجتمع المسلم فهو من مثل الصقور الحمام هو من الصقور هو من المتشددين في حركة القوى المسلمين والمنهج منه سيد قطب يختلف عن منهج عسن غير الحاكمين وهو الذي حمل لواءها في كتبه وفكره وحياته حتى توفاه الله إن الفقه العظيم لسيد حين يفرق بين القناعة بنظام حكم كافر يسعى إليه وإن الاستفادة من نظام حكم كافر لحمايته طبعا هو غير مقتنع بالقوانين لكن استفاد منها وهذا الفرق بين أن تقتنع بالقانون وأن تستفيد منه ربما ربما نقول يا أخي هناك كثير من الزعمات الإسلامية يقول لك يا أخي قوانين لا نقبل أن نتحاكم إلى الطواغيط وإلى القوانين الوضعية لكن استفيد منها هذا أمر أخر وهنا يقول الكاتب أدى الديمقراطية وهي نظام غير إسلامي طبعا هي خير للحركة الإسلامية من الدكتورية الطاغية يعني عندما نقول ديمقراطية نقول ديمقراطية ونقول ديكتاتورية إذن نحن من أقرب إلينا يعني عندما نتحدث هذا سيء وهذا سيء طيب من هو أفضل من هذا طبعا نقول إلى ديمقراطية نعم هو غير إسلام لكن هو خير الحركة الإسلامية من الدكتاتورية الطاغية وهي مناخ ملائم لتفريق الدعوة وانتشارها الآن عندما تقول من يكفر الغرب ويبقى في قوانينه سبحان الله يعني أنتم تكفرون الغرب وتبقون في ديارهم لماذا لأن هناك قوانين تحميهم نعم ويقول هنا أن نظام جاهلي أجدى على المسلمين من أي نظام جاهلي آخر نظام طبعا نقول الديمقراطية وهي تضمن عادة حرية التعبير حرية الرأي حرية العقيدة حرية عبادة حرية الدعوة إذن هذا المناخ إذا وجد طبعا أفضل نقول هو أفضل بكثير من نظام الدكتاتورية التي يحمله الكثير من حكام العرب والذي يراجع رصيد الحركة الإسلامية المعاصر يلاحظ أن ما من فترة أعطيت فيها الحرية الأمة إلا وصار الشارع إسلاميا والجميع الإسلامية ووصل الإسلام إلى السيطرة على كل مرافق الأمة وما يكاد الإسلام يصل إلى الحكم عن طريقها طبعا دائما نقول يا أخي إذا الآن أقمنا حكومة مدنية الآن ربما يعني يجتمع المسلمون على أن الحكومة أو الدولة المدنية أفضل من الدولة العلمانية الدولة العلمانية هنا دولة طبعا لا دين وما شوه ذلك لكن دولة المدنية هي ضد البوليسية يعني هناك فرق بين المدنية وبين العلمانية العلمانية هي لا دين المدنية هي لا بوليس يعني ضد البوليس نعم وقلنا دائما حتى هنا في الثورة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي نعم نعم نحن قلنا من الصعب جدا أو من المستحيل الآن في هذا الظل أن تقولوا أو تطالبوا بحكومة إسلامية طبعا ماذا أقيموا حكومة مدنية وأنتم أيها الإسلاميين ربوا هذا المجتمع وأنشئوا جيلة ببناء المجتمع ثم بعد ذلك دولة ديمقراطية وأقبلوا على صناديق الإقتراع تماما لكم حرية الدعوة لكم حرية الإقاظ الشعير الدينية ولكم حرية السيطرة على المجتمع والآن نقول داعية واحد عنده وقف يخطب عنده مثلا مئات أو الآلاف من الجباهير وما يكاد الإسلام يصل إلى الحكم عن طريق إلا ويقوم بإنقلاب عسكري كما فعله في الجزائر يعني في الجزائر عندما قامت جبهة الإسلامية لإنقاذ واخترطت في المترك السياسي وتقدمت إلى الانتخابات واقتصحت الانتخابات آقام انقلاب عسكري وبدأ حمامات الدم في الجزائر بهذا إن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد سبحان الله وهي معلم من معالم الحركة الإسلامية وخطوة أساسية من خطوات هذا المنهج تعين الحركة الإسلامية إلى مجتهد المجتمع القادم نعم الآن السماء السابع عشر المحاولات السلبية من العدو في المواجهة وهناك أنواع من هذه المواجهة أولا السخية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيق سبحان الله مرة فترة في سوريا الحمد لله أنتم الشباب لم تكونوا فيها والله كنا لا نسير أن نرخي اللحة كانت ناس تضحك علينا وتنسخر علينا وعلى الذين أكبروا مننا والله العظيم أنا كنت فتا صغير يعني أستحي أن أضع طاقية على رأسي وحمل سبح وذابين المسجد لماذا سيقول من هذا استهزاء تجد في المسجد كلهم عجائز ويجلسون في آخر المسجد ويبلؤون بالضحك على الشباب لا أقولنا أنه أعداؤنا لكن حتى من أبناء جلدتنا يعني شوف الاستهزاء الضحك وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم فرموا النبي بتهم وشتائم وضعوا على سل الجزور على رأسه التهموا أنه ساهر أنه كاذب الأمر الثاني هو تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات وبث دعايات الكاذبة مثل ما نراه الآن سبحان الله مر مقطع في المسلسلات الرمضانية بهذا العام سبحان الله مر علي مقطع من أحد المسلسلات الرمضانية مصري تجد أن المعلم وهذا البطل المسلسل وهو شاب معروف يعني مصري بطل المسلسل هو يتاجر في المخدرات يشرب المخدرات يتاجر في المخدرات ويتعاطى المسكرات أمه دائما تصلي قال وترفع إيديها يا رب وفق ولدي يا رب يسر أمر ولدي وزوجته ترفع إيديها آمين يا رب العمين وهو ذهب إلى تجارة المخدرات ولي قتال الناس وتشويه تشويه الدين ومثله مثائل كثيرة جدا وبث الدعايات الكاذبة وإخراج الدين من صلب الشيء الذي جاء من أجله هذا الذي يفعلونه الآن وأيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه مثل ما نسمع الآن بمصر عاملين مثل منتدى حواري أيضا يتحدثون عن القرآن وأن القرآن يدعو إلى القتل وإرهاب وما شاء شبحان الله الآن كالأبس بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ذهب النظر ابن الحارث إلى الحيرة وتعلم بها حديث ملوك الفرس وحديث رستم وفولان أسفنديار فكان إذا جلس رسول الله مجلس التذكير بالله والتحذير من نقمتي خلفه النظر ويقول والله يا محمد بأحسن حديثا والله يا محمد بأحسن حديثا مني ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستو ومشابه ذاتهم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني يعني ذهب يتعلم يعني سبحان الله مثلهم يتمسين ملك الذاب الفيل وما ذراك ملفيل خرطوما طويل وذنانك أشجار النخيط أو نقي أو لا تنقين يعني هذا سبحان الله كله بعد هذا مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجهدي في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي بعض ما هو عليه مثل ما قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا قل يا الكافرون لا يعبدوا ما تعبدون يعني المساومات أنت تنازل شوي أنا بتنازل شوي أنت تنازل شوي أنا بتنازل شوي اليوم تنازلنا مثلا عن الجهاد غدا نتنازل عن الصيام غدا نتنازل سبحان الله طبعا هذه النماجد نذكرها لأنها تتكرر مع الدعوة في كل جيل وجه نعم هذا حقيقة والحركة الإسلامية بحاجة إلى التعرف على هذه المحاولات حتى لا يفت لا يفت في عضد الدعاة وهم ينالون أنواع الحرب النفسية من الإسزاء والتبكيب والسخرية ويتهمونهم بأن في عقولهم بأنهم رجعون جامدون متعصبون وأنهم ينتمون إلى عصر الجمال عصر الصحواء عصر الخيمة وسبحان الله نون والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنوع وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم يتهبونها بالكذب وهو الذي لم تعرف البشر له في الصدق وهم يعلمون والله والله إنهم ليعلمون أن محمدا صادقا بشهادتهم هم اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ هم من قرارة أنفسهم يعلمون أن محمدا صادقا ولكن الكبر والعجرفة والعنجهية والمصلحة هذا الذي يعني الآن كثير من أبناء جلدين ترك وهو يعتقد أن المسلمون هم الصح والحركات الإسلامية الصح ولكن إما ترغيبا أو ترهيبا والنوع الآخر الذي يتلقاه دعاة من إعدائهم هو تشويه المبادئ وتقديمها بأسوأ الصورة وخاصة في وصائل الإعلام نسمع في وصائل الإعلام كل يوم إما بالغمز واللمز أو بالتصريح والمسلمون أحوج ما يكونون إلى انتباه والحذر من هذه الأساليب والله يعني أغلبنا سبحان الله يعني تجد الآن بطل الفيلم والقدوة للشباب تجده إما سكير أو خمير أو أنه يعادل الإسلام أو أنه زير نساء سبحان الله السيمة الثامنة عشر المحاولات الإيجابية في الحرب وعمليات الإغتيال والقتل للقيادة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأربع محاولات اغتيال وقتل كانت الأولى بطلب صريح من قريش من أبي طالب يطلبون منه تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن قريش قد عرفوا أن أبا طالب قد أبا خذان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة بن وليد أنهد فتى في قريش وأجملهم فخذه فلا كعقل ونصرة اتخذه ولدا يعني أنا رح نعطيك واحد بدا المحمد تركنا محمد لك يا أخي والله طواشر رح نعطيك واحد جبير وبدك مصاري خود بس يا أخي تركنا بن وبي محمد وأسلم إلينا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعتك فإنما هو رجل برجل فقال والله لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغضوه لكم وأعطيكم إبني تقتلونه هذا والله ما يكون يعني أنتم تعطوني إبني رح أربي لكم وكبروا وتأخذوه بعدين وأنا أعطيكم إبني تقتلونه والله لا يكون هذا أبدا والمحاولة الثالية من أبي جهل قال يا معشر قريش إن محمدا قد ما ترون من عب ديننا وشتم أبائنا وإن أعهد الله لا أجلس له بحجر ما أطيق حمله بحجر ما أطيق حمله يعني حجر كبير جدا فإذا سجد أضربه على رأسهم فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنوع عبد المنافهم أبدا لهم يعني أنا بس أجد أبو حمد أجيب حجر كبير ما أطيق حمله يعني يكون كبير وضخم جدا أضربه على رأسه إذا سجد وخلص خلصكم منه لكن هذه المحاولة فشلت عندما رجع مكفهر الوجه وقد يبست يداه عن حجر هذه من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل حجر يبست يداه دونه قائلا قمت إليه لأفعل ما قمت به البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه نفح لقط فهم بأن يأكلني هذه الثانية الثالثة محاولة طغاة قريش في قتله ففي رواية البخاري عن عورة بن زبير قال سألت ابن عمر بن العاص فأخبرني بشد شيئا صنعه مشكونة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينما هو يصلي في عجل الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه يخنقه خنقة شديدة فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أتقتلوا رجلا إلا أن يقول ربي أتقتلوا رجلا أن يقول ربي الله هذه الثانية هذا ابن أبي معيط جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ثوبه وضعه في رأسه وشده حتى يخنقه إلا أن أبا بكر رضي الله عنه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفي حديث أسماء أتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك فخرج من عندنا وعليه غذائر أربع فخرج وهو يقول أتقتلوا رجلا أن يقول ربي الله فله عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا نمس شيئا من غذائره إلا رجع معنا وهذه المحاولة الرابعة محاولة قتل عمر بالخطاب التهد الإسلامي طبعا أخذ السيفر يجد قتل النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة عمر عندما ذهب يجد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله يقلب إلى إسلام أعز الله الإسلام أبي عمر طبعا الحركة الإسلامية مرت بكثير من ما رحل هنا يذكرون اغتيال حسن البنة رحمه الله وكانت قافلة الثانية من الشهداء التي تم إعدامها عبد القادر عودة ومدفرغ ليوسف طبعا ما يقول قادة الإخوان المسلمين يعني عدت الآن بقادة الإخوان المسلمين بداية بحسن البنة رحمه الله ثم بعد ذلك عبد القادر عودة ومدفرغ يوسف طلعته إبراهيم الطيب والقافلة الثالثة سيد قطوب عبد الفتاح إسماعيل ويوسف هواش وعمليات التصفيات الجسدية التي تمت على ثراء الشام مثل مروان حديد رحمه الله وابراهيم اليوسف عبد الستار الزعيم طبعا مروان حديد معروفه بحما ذهب لدمشك وحوصر بالأكثر من مئة من عناصر الأمن وتم يعني اعدامه لأنه أخذوه على قيد الحياة وهنا طلب منه حافظ أسد عليه العائن الله طلب منه أن يرتدع أو أن يترك ما هو لكن أبا بعث إليه مصطفى طلاص فبسق عليه مروان حديد رحمه الله بسق على طلاص وقال بأمثالك يعني العلويون قد تمع يعني في كل زمن الآن هل تعتقدون أن العلوية فقط هم الذين أوقفوا بشار الأسد لا 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 صدقوني تجار دمشق وتجار حلم لهم مثل ما قال وزر كبير من هذا والآن الضباط اللي حوله قال السمة التاسع عشر إسلام حمزة وإسلام عمر وإعلان التحدي للمجتمع الجاهل كان التحدي الأول هو إسلام حمزة رضي الله عنه أن أبا جهل مر برسوله فأذا هو اجتمه ونال منه طبعا قصة أنه أبو جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو نتحدث عن الخواني من أهل السنة نعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ضربه وشتمه وهانه وكذا فذهب رجل إلى أبي عمارة حمزة فقال يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي محمد من أبي الحكم ابن هشام وإنه جالسا فأذه واشتمه وسبه فاحتمل الخمزة الخطب وحمزة لم يكن يسلم يعني كان مشركا لكن عندما سمع أن ابن أخيه أصابه وكذا ما سطع أن يتحمل قال فأقبل حمزة إلى أبي جهل بقوس فضربه على رأسه فشجه قال أتشتب محمدا وأنا لا دينه فقال أبدعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا طبعا هذا الأمر أما إسلام عمر فاتحدثنا عن إسلام الفاروق رضي الله عنه كان يعني دخل إلى كان الذهب سمع عمر رضي الله عنه طبعا في بداية كان يذهب إلى يريد قتل محمد فجاءه أحد المسلمين فقال تريد أقتل محمدا وأختك على دينه غير الطريق من محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت أخته دخل وجد أن خباب ابن الأرط كان يقر القرآن إلى سعيد وإلى فاطمة أخت عمر فلما دخل وسمي قال ما هذا الذي تحدث بيه وقال القرآن طبعا فلطمه عمر وجلس على صده يريد قتله فقامت أخته تقول خلي عنه يا غليظ فقال أترفعين صوتك علي وضربها وهنا هدأ عمر وبدأ يعني سبحان الله قرأ القرآن قرأ القرآن فدخل في قلبه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم رواية كلنا يعلمها هنا قال عبد الله الإسلامية نموذجان كبيران يدلان على تحرك هذا الحق في النفوس نموذج أول يوم حاولت قوات الحكومة المصرية بين الناس وبين الجنازة تنع بين الناس وبين الجنازة حسن البنة في إرهاب بوجري بن عنيف وهذا الإرهاب قد تجاوز الحب وطغى حدى بزعيم القبط أن ذاك أن يتحدى كل طغيال الحكومة يخترق الصفوف وينضم لأهل الإمام الشهيد فيشارك معهم في تشييع الجنازة وحفظ التاريخ لمكرم عبيد الزعيم الخصم هذا الصليح النموذج الثالي وهو الحدث الذي لم يكن يقل عن إسلام حمزة طبعا وهو على أثر استشهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أثر استشهاد البنة رحمه الله هذا الحدث هو جنون الغرب وفرحه الطاغي باستشهاد هذا الرائد العظيم حتى لا يبيدان القوم سكارة عربيدة فرحا وطربا في فنادق أمريكا وهذا التحدي الطاغي والاستفزاز الرهيب لمشاعر الكاتب المصري سيد قطب طبعا سيد قطب يوم قتل أو استشهد حسن بن كان في أمريكا هو مدرس ذهب إلى أمريكا في دوره وبقي هنا ثلاث سنوات هو يقول هذا الكلام هو ينقله عندما كتب أنه ما الذي أخذ خلاك أو أنت الذي دخل في قلبك وانت مدرس كان حلي يعني هو طبعا غير يعني لا لا ينبت له اللحية فكان إنسان عادي جدا يعني هو كاتب هو أولا وكاتب هو ليس رجل دين يعني ليس فقيها ولا أصوليا لكن سبحان الله هو يقول أنا استغربت من فرح الغرب في وفاء سيد قطب والجرائل الذي تحدث عن هذا الأمر فكان كفيلا أن يحول هذا الكاتب العادي إلى الصف الإسلامي الإخواني فيصبح داعية الإسلام العظيم في القرن العشرين وينصر الله تعالى هذا الدين على يدي نعم نعم اسمحوا ما رأيكم أما أن أخذ استراحة أو نتوقف هنا لأن والله أنا تعبان جدا فما بعرف شو رأيكم إن استطعنا يعني والله ما أعرف أدري أنا كنت أتمنى أن نتابع لكن سنحاول قضى الاستطاع بإذن الله كل يوم نكون عنكم أنتم فضاء نخبر أستاذ بلال أن نمر والحمد لله يعني نمشي نحن إن شاء الله بشكل جيد سريع نعم أتوقف نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نشوفكم بخير وصحة وعافية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الله يكرمكم يا رب رب يكرمكم يا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته